أنجزت بلدية مدينة بوظبي مماثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال شهر إبريل من العام الحالي وضمن الخطة السنوية أعمال صيانة البنية التحتية في مدينة بوظبي والضواحية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 13 مليون و 425 ألف درهم تقرير هيثم حمدان شملت الأعمال صيانة الطرق بتكلفة 10 ملايين و 571 ألف درهم على شارع شخبوط بن سلطان ومنطقة الميناء في جزيرة أبوظبي وفي البر الرئيس بمدينة خليفة ومدينة الرحبة وبني ياس والعدلة ونفق جزيرة ياس وإزالة الرمال وإصلاح الحواجز المعدنية المتضررة وصيانة الجسور وأعمال تخطيط الطرق وأعمال الأسفل على الطرق الخارجية كما شملت أعمال صيانة شبكات صرف مياه الأمطار الروتينية بتكلفة مليون و 554 ألف درهم وصيانة شبكات أعمدة الإنارة بتكلفة مليون و 300 ألف درهم تهدف هذه الأعمال إلى المحافظة على أصول البنية التحتية والسلامة العامة لمستخدم الطرق والحفاظ على المظهر العام وتحقيق أعلى معايير الاستدامة في تنفيذ مشاريع البلدية الداعمة لمنظومة البنية التحتية والمرافق الخدمية العامة ترجمة نانسي قنقر